الوجود الأجنبي في القارة الإفريقية كان قبل عقود خلال حقبة السبعينيات من أبرز الملفات التي يناقشها القادة الأفارقة في بلدانهم المستقلة حديثاً في أغلبيتها عن الاستعمال الأجنبي للدول الأوروبية الكبرى وما هي إلا سنوات محدودة ومع اجتداد ضغط الحرب الباردة حتى انقسمت الأنظمة الإفريقية إلى المعسكرين الشرقي والغربي وبدأت تستقبل القواعد العسكرية والخبراء الأجانب وتعتبر القوات الأجنبية الأمريكية والفرنسية هي الأكثر حضوراً من حيث العدد في القارة الإفريقية تتلوها قوات بعض بلدان أوروبا بحكم الاتفاقيات العسكرية لدول الكومنويلث وثمت حضور عسكري جديد للصين في بلدان محدودة كما أن العلاقات العسكرية لإفريقيا بالولايات المتحدة وفرنسا ارتبطت أيضاً من جانب آخر بالملف الاقتصادي فقد تطورت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول القارة الإفريقية بعد اكتشاف ثروات القارة وخاصة للنفط وعقب تعظم تأثير دول مثل الصين وروسيا على القارة بدأت واشنطن بتكثيف استثماراتها العسكرية في إفريقيا ولها وجود في نقاط ارتكاز أبرزها جيبوتي ساوتومي وبرينسب وغندا السنغال أما فرنسا فإنها تغطي بقواعدها العسكرية منطقة الساحل الإفريقي ولها عمليات معلنة من أبرزها واحد عملية برخان وهي امتداد لعمليتي سيرفال وبريفيه وهي تغطي شريط الساحل الإفريقي الواسع الممتد من اتشاد ريمالي وبدأت في أسطس 2014 اثنين عملية سانغاريس وهي تنشط في إفريقيا الوسطى بعدما قررت فرنسا تدخل بتسعمائة جندي لحسم الصراع السياسي على السلطة في هذا البلد في العام 2013 وهي استمرار لعملية بوالي وتأتي في سياق قرار فرنسي أقرته الأمم المتحدة ثالثا عملية هارتمان وهي العملية الفرنسية التي انطلقت لدعم الثورة الليبية في السابع عشر من فبراير 2011 رابعا ليكورن وقد بدأت بساحل العاج في سبتمبر 2002 في وقت كان فيه البلد غارقا في أتون حرب أهلية وصراع بين سكانه في الشمال والجنوب خامسا عملية بريفيه وتعتبر الأقدم من بين العمليات وقد انطلقت هذه العملية في تشاد في فبراير 1986 بالطلب من سلطات البلاد في إطار وضع حد للحرب بين ليبيا وتشاد ولحماية مصالح فرنسا في الإقليم في سياق الحرب الباردة ويبقى التحدي الأمني من أبرز التحديات التي تواجه القارة وخصوصا ما يثيره الوجود الأجنبي من إشكالات تتعارض وسيادة هذه الدول واستقلال قرارها الوطني اشتركوا في القناة